المتحدث باسم العملية السياسية قال إن هناك من يسعى إلى الوقيعة ما بين العسكريين والمدنيين من في مصلحته هذه الوقيعة؟ هو بالطبع المكان الوحيد الذي أشرته قبل قليل الذي يمكن أن يعطي العملية السياسية هو القوى المسلحة القوى المسلحة أعني بها قوة الدولة إذا توجهت نحو التغيير الدموراطي أو نحو الانتقار الدموراطي يمكن أن ينضي وينجح وإذا استخدمت استخداما سيئا كما شهدنا من قبل يمكن أن تعثر وهذا ما تفعل المجموعات الرافضة لهذا المسار تبدل جهدها من أجل التأثير على القوى العسكرية حتى تميل إلى جانبها وهذا حدث في 5 أجل أكتوبر هناك معارضة للحرية والتغيير معارضة لمسارها وبالتالي اتخذت القوات المسلحة القرارات التي شهدناها وعطرت المسار هناك حديث يتحجج به البعض أو يرى بأنه يتساءل لماذا هذه القوى السياسية التي يصف بأنها قليلة لماذا هي صاحبة هذا النفوذ الكبير يتناسى البعض بأن التغيير الذي حدث في السودان هو تغيير لعب فيه هؤلاء دور كبير يعني بغض النظر عن رؤيتنا فيهم أو تصورات نتجاهم هم لعبوا دورا كبيرا في الحراك المدني وبالتالي الحراك المدني السلمي في ديسمبر 2018 هو ما يزال صاحب الشرعية وما يزال صاحب التأثير الأكبر والأقوى في ساحة سياسية إذا كان التغيير في السودان حدث بواسط ثورة شعبية مسلحة كان يمكن للمجموعات المسلحة تكون هي الآن صاحبة اليد الطولة وكذلك المجموعات المدنية تابعة لها يعني هناك من أخذ بيده المبادرة وقدم تصوراته للحل وهذه التصورات من خلال الممارسة ومن خلال نقاشها مع الأطراف المختلفة واضح أنها هي الأقرب لرأي الشارع وإن لم تكن تمثيله بشكل كامل لكنها أقرب من غيرها من التصورات المطروحة التصور الذي يتحدث عن التوافق بشكل عام هو تصور جيد في يعني معناه لكن لا يمكن التحقق منه لا يمكن التأكد من أنه يمكن التحقق في غلال الفترة هذه الفترة باعتبار أن هذه المكونات السياسية كلها مختلفة نحن في حوج إلى يعني توافق معقول أو إلى رؤية قابلة للتنفيذ في وقت قصير الآن نحن أمام وقت قصير جدا في فترة الانتقال لإنجاز مهمة قصيرة أيضا لإعداد البلاد وإعداد المؤسسات كلها للانتقال إلى الشرعية الانتخابية وهذا يحتاج إلى توافق حد معقول متوفر الآن في العملية السياسية بين أطراف مختلفة هي أيضا تناذلت عن اختلافاتها وتوافقت حول العملية السياسية وصولا إلى انتخابات بعد عامين هذه ليست حكومة مفتوحة الأمد أو مفتوحة الأجل وهي مدتها عاما وهذا أمر جيد للقوى السياسية الأخرى التي تريد المشاركة من باب الصندوق الانتخابات أن تعيد نفسها وتستعد للمعركة الانتخابية إذا توفرت الإرادة السياسية لأطراف كلها لاستقرار السودان وكذلك للوصول إلى الانتخابات الحرة النزيهة التي يمكن بعدها الحديث عن شرعية الانتخابية وبعدها الحديث عن أوزان القوى السياسية المختلفة التي الآن كلها يدعي أن هذه أوزان مختلفة لكن لم تختبر بواسط الجمهور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر